كلامنا عن التطعيمات الأساسية والحقيقة أن أنا يعني إيه أنا بقالي كده هو حلقتين ولا حاجة كده عمال أتكلم عن الموليد الجدد لأنني حسيت أنه هم الحقيقة يعني يعني بداية الحياة كده يعني هم بداية المسألة فلازم نبقى مغطينها يعني ومطمنين بال الأباء والأمهات ويبقوا مرتاحين لأن ده حدث جميل حدث استثنائي في حياتنا لما ربنا سبحانه وتعالى ينعم علينا ويرزقنا بمولود أو مولودة فيعني أقل حق لهم أن هم يبقوا مطمنين عليهم فعايز أكلمكم ده الوقتي في الجزء ده يعني من الحلقة عن التطعيمات الأساسية والتطعيمات الأساسية دي تطعيمات يعني المسمى التاني لها المسمى البديل اسمها التطعيمات الإجبارية يعني إيه الإجبارية؟ يعني حضراتكم كأباء وأمهات أيوة مجبرين مجبرين بالإجبار أنكم تعطوا أبنائكم وبناتكم المولودين هذه التطعيمات في مواعدها ليه؟ لأن هذه التطعيمات ضد أمراض خطيرة جدا جدا التطعيمات بتحميهم؟ التطعيمات دي بالمجان وهكذا تطعيمات دي بالمجانبات